في خضم المستجدات الإقليمية وتعزيزا لجهود الدولة الجزائرية في تأمين شريطها الحدودي وبعد الإخلال بكيفية استغلال بعض الأراضي الجزائرية من طرف مواطنين مغاربة في وحة العروضة دائرة ابن ونيف ولاية بشار قامت السلطات المحلية بغلق المنافذ التي كانت تستعملها عصابات الجريمة المنظمة لتهرب المخدرات وفي هذا الشأن أعطت الجزائر مهلة للفلاحين والمزارعين المغاربة المستغلين للأراضي الجزائرية الواقعة بهذه المنطقة لإخلاء الأراضي الجزائرية في الأجال التي تم الاتفاق عليها في إطار المهام المسندة لوحدات حراس الحدود لا سيما حماية ومراقبة شريط الحدودي ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة فإن وحدات حراس الحدود جاهزون للمحافظة وحماية حدودنا الوطنية من أي تهديد مهما كان مصدره وقد استجاب الفلاحون المغاربة لنداء العقل وبدأوا في مغادرة المنطقة معتارفين بالعلاقات الأخوية التي مكنتهم لأسباب إنسانية من استغلال أجزاء من الضفة الشرقية للوادي التابع للحدود الجزائرية ورغم كل ما يحاك ضد بلادنا هنا وهناك إلا أن الجزائر تبقى مبادئها ثابتة في حسن الجوار والاحترام المتبادل لكنها في نفس الوقت عصية على كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها